عودة الأجواء الماطرة خلال عطلة نهاية الأسبوع التفاصيل بعد قليل أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن نهار اليوم سنة أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة وانتشرت كمية من الغيوم العالية بدون فعالية وهطلت بعض زخات الأمطار المحلية في أقصى شمال المملكة لكن اعتبارا من يوم غد الجمعة تبدأ المملكة تتعرض لتيارات غربية رطبة قادمة من شرق البحر والمتوسط تدفع معها كميات كبيرة من الغيوم المنخفضة والتي استعمل على هطول زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة تفاصيل أكثر نستعرض بعض الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الخميس وحتى يوم السبت يوم الخميس أجواء مستقرة بشكل عام انتشرت كمية من الغيوم العالية بدون فعالية لكن اعتبارا من ساعات يوم الجمعة اعتبارا من ساعات الصباح تبدأ المملكة تتأثر بتيارات غربية رطبة قادمة من شرق البحر والمتوسط نحو منطقة بلاد الشام تستعمل على تكاتل كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة لارتفاع وتبدأ زخات الأمطار بالهطول اعتبارا من المنطقة الشمالية ثم تنتقل نحو المنطقة الوسطة تتحسن فرص الأمطار بشكل إضافي خلال ساعات ما بعد ظهيرة يوم الجمعة وتستمر فرص هطول زخات الأمطار خلال ساعة ليلة الجمعة على السبت وتستمر حتى ساعة ظهيرة يوم السبت على أن يبدأ التقص بالاستقرار مجددا اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت وحتى يوم الأحد لكن اعتبارا من منتصف الأسبوع بإذن الله يتوقع أن يحدث تغيير جذري في الأجواء أول منخفض جوي مصنف متوقع أن يبدأ تأثيره على شرق البحر والمتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام أول منخفض مصنف خلال فصل الشتاء الحالي الأنظمة الجوية المسببة لهذا المنخفض الجوي هي عبارة عن منخفض جوية تمركز أو كتلة هوائية شديدة البلودة تتمركز فوق منطقة البحر الأسود وتركيا ستتحرك تدريجيا نحو الجنوب نحو شرق البحر الأبيض المتوسط كنتيجة لتمركز هذا المرتفع الجوي فوق غرب القارة الأوروبية وعموم غرب البحر الأبيض المتوسط هذه الأنظمة الجوية ستعمل على هبوط أو نزول لهذه الكتلة الهوائية الباردة من شرق أوروبا نحو شرق البحر الأبيض المتوسط هذا النزول يتوقع أن يتسبب بتشكل منخفض جوي فوق شرق البحر الأبيض المتوسط اعتبارا من نهار يوم الاثنين وتبدأ المملكة تتأثر بتبعات هذا المنخفض الجوي تصنيفه سيتم تصنيفه خلال الأيام القليلة القادمة مع اقترب الفترة الزمانية وأيضا تفاصيله سيتم استعراضها كتحديثات أولية مع النشرات أيضا المصورة والمكتوبة التي تصدر عن طقس العرب أولا بأول نعود بالعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة أجواء مستقرة بشكل عام تتفرق بعض الغيوم درجة حرارة المقاسة 7 درجات مئوية الملموسة 6 درجات الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية خفيفة السرعة نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية الثلاثة يام القادمة يوم الجمعة من الأجواء غاية مجلسية مع فرصة يزخات من الأمطار خاصة خلال ساعة ما بعد الظهيرة 11 درجة مئوية كحرارة المقاسة أما الصغرى 6 درجات مئوية ليلة الجمعة للسبت تسود أجواء بشكل عام غالبا غائما مع تشكل الطباب وفرصة لهطو الزخات من الأمطار تبقى فرص زخات الأمطار مستمرة خلال ساعة ما قبل ظهيرة يوم السبت على أن يبدأ الطقس بالاستقرار التدريجية مع ساعة ما بعد الظهيرة ويستقر الطقس خلال ساعة الليل مع سيادة لأجواء باردة بشكل عام 6 درجات مئوية فقط كحرارة دنيا يوم الأحد أجواء مستقرة بشكل عام أجواء مشمسة 11 درجة مئوية كحرارة عن مأم الصغرى 6 درجات مئوية لكن هذا الاستقرار كما ذكرنا هو موقع قبل بدأ تأثر المملكة بمنخفض جوه اعتبارا من يوم الاثنين واعتبارا من منتصف الأسبوع التوقعات الجوهية لباقي مناطق المملكة اليوم الجمعة نبدأها من المنطقة الشمالية تتأثر المنطقة الشمالية أيضا من التيارات الغربية الرطبة المفرق أجواء غائمة جزئية مع فرصة الزخات من الأمطار 14 إلى 7 إربد 14 إلى 9 جرش 14 إلى 8 وعجلون 11 إلى 8 مع أجواء ضبابية وفرصة الزخات من الأمطار بالنسبة لمنطقة الوسطى أيضا تتأثر بهذه التيارات الغربية الرطبة فرصة الزخات من الأمطار في البلقاء مع أجواء ضبابية 11 إلى 8 العاصمة عامة 11 إلى 6 أجواء غائمة جزئية في الزرقاء 14 إلى 7 مأدبة فرصة الزخات من الأمطار 13 إلى 6 والبحر الميت 21 إلى 16 مع أجواء غائمة بشكل عام مع فرصة الزخات من الأمطار فرص الزخات الأمطار تصل أيضا بشكل محدود نحو المنطقة الجنوبية تحديدا نحو الجبال العالية من المنطقة الجنوبية الكارك 12 إلى 6 مع فرصة الزخات من الأمطار الطفيلة 11 إلى 6 الشوبك 9 إلى 4 درجات مئوية فقط وأجواء مشمسة في معان 13 إلى 5 والعقبة 20 إلى 12 أخيرا المنطقة الشرقية نبدوها من الأزرق 15 إلى 7 الصفاوي 15 إلى 6 وأرويجة 16 إلى 6 درجات مئوية مع تفرق لبعض الغيوم إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة